اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله بناء على رغبة بعض الاصدقاء بوجه التحية للجميع هنشتغل باترون مربع او مستطيل من المفارش بالشكل اللي احنا شايفينه كده والحياننا على القناة اشتغلنا مع بعض باترونات مختلفة ومتنوعة من المفارش سواء الدائري او البيضاوي لكن دي اول مرة هنشتغل مع بعض باترون مستطيل يعني من الباترونات السهلة النموذج اللي هشتغله معاكم النهاردة عبارة عن 45 سنتيمتر في 25 سنتيمتر بس هنشرح ازاي تقدري تتزايد عليه علشان تقدري تشتغليه بالطول والعرض اللي تحبيه اتمنى يعجبكم وقبل ما نشوف باترون النهاردة خليني اذكر كل حبيبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لأول مرة انه دايما على صندوق الوصف هتلاقي اللينك الرئيسي للقناة ومن خلاله تبقي على الصفحة الرئيسية وتقدري تتبعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض اما دلوقت خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة الادوات اللي هستخدمها هشتغل على خيوط المكرمال كريستال الفرنساوي الرفيعة هستخدم لونين مختلفين لون جنجاك ده ولون سادة بس طبعا نفس الباترون تقدري تستخدمي عليه معايا الخيوط القطن هستخدم على الخيوط اللي موجودة عندي ابرى رقم 3 مليمتر وهحتاج لابرة التنظيف المقص والماركر او دبابيس عشان نعلم اثناء الشو والخطوة هنبتدي نعملها هنشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي هنسحب من الخيط 1 2 ونشد طرف الخيط بعد كده الغرزة اللي هنشتغلها على المفرش من مضاعفات العدد 4 ده معناه انه سلسلة البداية بتاعتي لازم تكون 4 سلسلة في 4 سلسلة في 4 سلسلة لحد العرض المناسب فهنسحب من الخيط ونطلع من الحلقة اللي على الابرة كده ونبتدي نعد 1 2 3 4 ونقرر 1 2 3 4 1 2 3 4 لحد العرض المناسب ارتفعت على سلسلة البداية ب28 غرزة سلسلة ده كده عرض المفرش اللي انا هبتدي ارتفع عليه بس زي ما قلتلك اذا حبت اعمليه اعراض من كده كل عليك بتعمليه بتزودي 4 سلسلة في 4 سلسلة في 4 سلسلة لحد العرض المناسب بعد ما بنشتغل على العرض المناسب كده شايفين معايا خلاص وصلنا على العرض من مضاعفات الغرزة اللي هنشتغلها بنجي على بداية الدور ونزود 3 سلسلة 1 2 3 ودول باعتبرهم ارتفاع للغرزة الاولى هلف الخيط على الابرة وارجع اتجاهل التلس سلاسل اللي ارتفعتهم 1 2 3 وهجي على الغرزة الرابعة اللي هي تعتبر معايا اول غرزة من العرض اللي اخدته هسحب عليها غرزة عمود بلف هسحب الخيط باشتغل من العمود العادي معايا 3 حلقات هشتغله حلقتين فحلقتين وهبتدي اقرر هلف الخيط على الابرة الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل من نفس العمود 3 حلقات وبسحبه حلقتين فحلقتين وهكذا على مدار الدور الاول كله هسحب على كل جرزة هتقابلني غرزة عمود بلف بالشكل ده كده والحد نهاية الدور وصلت على نهاية الدور بجرزة فوق كل جرزة بعد اخر عمود اشتغلته بالشكل ده كده هرتفع 3 سلاسل 1 2 3 ولف الشغل بتاعي الارتفاع ده بيحل محل اول عمود تحت وهلف الخيط على الابرة السطر اللي جاي هيبقى عبارة عن تكرار لنفس الدور السابق فهلف الخيط وعلى كل عمود هيقابلني بدخل في حلقتين الغرزة فوق العمود بالشكل ده كده بسحب الخيط واشتغل من نفس العمود حلقتين في حلقتين وهقرر بلف الخيط وعلى الغرزة اللي جايه وعليها الدور هسحب غرزة عمود بلفة وهكذا على مدار الدور كله بنفس التكرار على كل غرزة هشتغل غرزة عمود وصلت على نهاية الدور بغرزة فوق كل غرزة اخلي بالي انه على نهاية الدور اخر عمود بالنسبة لي هيبقى على اخر عمود في السطر اللي قبل كده مش هيبقى على سلاسل الارتفاع سلاسل الارتفاع اللي اشتغلناها هي كانت مجرد ارتفاع ولكن انا بشتغل على عدد الغرز اللي اشتغلتها اشتغلت 28 غرزة اذا عندي 28 عمود بلفة بعد اخر عمود بالشكل ده كده هبتدي ارتفع على الدور اللي جاي ونشتغل من الغرزة اللي هنشتغلها غرزة العمود الميل فهنرتفع به 3 غرزة سلسلة ولف الشغل بتاعي الارتفاع ده بيحل محل اول عمود وهاجي على الثلاث اعميدة اللي بعد كده وهشتغل على كل واحد منهم عمود بلفة من نفس الغرزة بلف الخيط مرة واحدة كده على العمود اللي جاي فحلقتين الغرزة بشكل سليم وهسحب العمود بشكل طبيعي حلقتين فحلقتين كده رقم 2 هلف الخيط وعلى العمود رقم 3 وهلف الخيط وعلى العمود رقم 4 اذا انا اشتغلت على 4 عمدة من بداية الدور في ارتفاع بيحل محل اول عمود و3 عمدة بعد كده 4 غرز من البداية بالشكل ده كده هاجي دلوقتي هسحب سلسلة فراغ وبعد كده هلف الخيط على الابرة هفوت على الدور الرئيسي غرزة واحدة وعلى الثلاث اعمدة او الثلاث غرز اللي بعد الغرزة اللي هفوتها هشتغل ثلاث اعمدة متتالية فبعد سلسلة الفراغ اللي ارتفعناها كده بلف الخيط هفوت غرزة اهيه واشتغل على اللي بعدها غرزة عمود بلفة على حلقتين الغرزة بشكل سليم الشكل ده كده هسحب عمود من نفس العمود ثلاث حلقات وبشتغله حلقتين فحلقتين وهقرر بلف الخيط الغرزة اللي بعدها عمود بلفة الغرزة اللي بعدها عمود بلفة اذا اشتغلت ثلاث اعمدة بالشكل اللي احنا شايفينه كده دلوقتي هشتغل العمود المايل على الغرزة اللي فوتها فمن مكاني كده على ثالث عمود هلف الخيط على الابرة وارجع للغرزة اللي انا فوتها بالشكل ده كده هدخل اسحب الخيط ويقدي الخيط البراح شوية علشان يبقى على نفس مستوى السطر اللي انا موجود عليه وهشتغل برضو العمود بشكل طبيعي بشتغله حلقتين فحلقتين شايفين معايا كده بعد كده هكرر على مدار الدور كله بنفس الغرزة دي كده تمام هم اول اربع غرز بيبقوا اعمدة عادية واخر اربع غرز بيبقوا اعمدة عادية ولكن في المنتصف بنشتغل من نفس الغرزة تمام عشان هكرر اعمل ايه بنفس الطريقة باخد سلسلة فراغ واحدة ولف الخيط على الابرة بفوت غرزة واشتغل على الثلاث غرز اللي بعد كده فوق كل غرزة منهم عمود بلف ادي العمود الاول العمود التاني العمود التالت اشتغلت ثلاث اعمدة بالشكل ده كده ورا بعض دلوقتي هشتغل العمود المايل على الغرزة اللي بفوتها بلف الخيط وارجع على الغرزة اللي فوتها اتأكد ان انا دخلت في حلقتين الغرزة بشكل سليم هسحب الخيط وارتفع بالشكل ده واسحب العمود عادي حلقتين فحلقتين وانكرر بنفس الطريقة سلسلة فراغ الف الخيط وفوت غرزة على الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة اللي بعدها غرزة عمود بلفة اللي بعدها غرزة عمود بلفة يبقى انا اشتغلت على ثلاث اعمدة او على ثلاث غرز متتالية بالشكل ده كده ثم العمود المايل باشتغله على الغرزة اللي بفوتها هليف الخيط بشكل طبيعي خالص وارجع على الغرزة اللي فوتها اسحب الخيط واشتغل من نفس العمود حلقتين فحلقتين بنفس الطريقة كده وهقرر لحد نهاية الدور وصلت على النهاية بنفس التقرار زي ما احنا شايفين مع بعض كده بعد اخر غرزة عمود مايل باشتغلها باخد سلسلة فراغ بشكل طبيعي وفوت غرزة والاربع عمودة اللي في النهاية باشتغلهم على كل عمود عمود واحد زي ما بدأت الدور شايفين معايا كده اشتغلت واحد اتنين تلاتة واخر عمود بالنسبة لي بيبقى على سلاسل الارتفاع بسيب السلاسل السلسلة الاولى وباشتغل على السلسلة رقم اتنين بسحب العمود بتاعي بشكل طبيعي خالص حلقتين فحلقتين وبقى نهيت الدور بالاربع عمودة زي البداية تمام على السطر اللي جاي هنبتدي نرتفع بسلسلة واحدة وبس ولف الشغل بتاعي السطر ده هيكون عبارة عن سطر من غرزة الحشو فبنفس مكان الارتفاع في اول غرزة خالص اتأكد ان انا دخلت حلقة حلقتين الغرزة الغرزة اللي اسفل الابرة وهسحب الخيط واشتغل من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها عندي هنا تلات عمودة ورا العمود الاول اللي اشتغلت عليها اشتغل عليهم بشكل طبيعي فوق كل غرزة منهم غرزة حشو ادي العمود رقم اتنين العمود رقم تلاتة العمود رقم اربعة بالشكل ده كده تمام اشتغلت على الاربع العمودة اللي على البداية تمام دلوقتي هيقابلني غرز العمود الماية اللي كنت بشتغلها هبتدي اشتغل فوق كل غرزة منهم برضو غرزة حشو تمام الفراغ ده مش بشتغل عليه خالص بفوته وابتدي على اول غرزة من الاربع غرزة العمود الماية اللي عليها اربع غرز واحد اتنين تلاتة اربعة لازم اتأكد ان انا اشتغلتهم علشان يكون اه الشغلي بشكل سليم واقدر اشتغل السطر اللي جاي اه مرة تانية فا اه اه اول اه غرزة عمود ماية اه عليها واحد طبعا انا بشتغل على حلقتين الغرزة بشكل سليم شايفين كده اتنين تلاتة اربع تمام كده يبقى انا اشتغلت على غرزة العمود الماية واقرر مرة تانية بشتغلش على الفراغ بشتغل على الاربع غرز اللي موجودين على غرزة العمود الماية واحد اتنين تلاتة اربعة وهكرر كده بنفس الطريقة مش هفوت ولا غرزة على كل غرزة غرزة حشو لحد النهاية حصلت على نهاية الدور بغرزة حشو فوق كل غرزة حتى الاعمدة اللي في الاخر هنا هشتغل فوق كل واحدة واحدة الفراغ ما بشتغلش عليه ما من اخر غرزة عمود ماية اللي اشتغلتها كده هشتغل على اول عمود من الاربع على طول ادي واحد اتنين تلاتة اربع اللي هو سلاسل الارتفاع اللي في النهاية وبقى كده نهيت الدور بشكل سليم وكل الباترون بتاعي برا عن تكرار لنفس الدورين بالشكل ده كده في سطر بنكون فيه غرزة العمود المايل والسطر اللي بعده بشكل راجع بنشتغل بغرزة الحشو فعلى السطرين اللي جايين هنبتدي نكرر بنفس الطريقة على مدار الباترون كله هنكرر سطر غرزة العمود المايل مرة تانية بنجي على بداية الدور هنا نرتفع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ولف الشغل بتاعي الارتفاع بيحل محل اول عمود هلف الخيط وعلى الثلاث غرز اللي جاية هشتغل على كل غرزة منهم غرزة عمود بلف من نفس العمود العادي حلقتين فحلقتين كده العمود رقم اتنين العمود رقم تلاتة والعمود رقم اربع اشتغلت على الاربع عمودة اللي على البداية بشكل طبيعي ثم هبتدي اكون العمود المايل على الاربع غرز اللي جاية باخد سلسلة فراغ بالشكل ده كده هلف الشغل بتاعي وهفوت غرزة واشتغل على الغرزة اللي بعدها يعني بشكل عادي كده ومتكرر هتلاقي نفسك بتبتدي الغرزة دي على العمود رقم اتنين غرزة العمود المايل عليها واحد اتنين تلاتة اربعة تمام فانا دايما بفوت العمود الاول وبشتغل على العمود التاني شايفين فوق غرزة الحشو اللي فوق العمود رقم اتنين من الغرزة المايلة بسحب عمود بلفة وابتدي بقى اشتغل العمودين اللي بعد كده على العمود اللي جاي والعمود اللي بعده يعني اشتغلت على التلات اعمدة شايفين معايا كده شايفين بصوا تحت كده تحت سطر غرزة الحشو في سطر العمود المايل قدين اشتغلت على العمود رقم اتنين وتلاتة واربعة ثم برجع على العمود الاول واشتغل الغرزة المايلة مرة تانية على بقى الغرزة اللي انا فوتتها تمام فبلف الخيط بالشكل دي كده وارجع على الغرزة اللي فوتتها على الدور شايفين غرزة الحشو اللي فوتتها اهي هدخل في حلقتين الغرزة واسحب الخيط وارتفع لنفس المسافة اللي انا عليها واخد العمود بشكل طبيعي حلقتين في حلقتين وهكرر مرة تانية باخد سلسلة فراغ هلف الخيط بفوت الغرزة الاولى وهشتغل على الثلاث غرز اللي بعد كده ادي الغرزة الاولى اهيه هشتغل على الاثنين وتلاتة واربعة اشتغلت على انين وتلاتة واربعة بالشكل ده كده ولف الخيط وارجع لرقم واحد الغرزة اللي انا فوتها بالشكل ده هسحب عليها غرزة عمود ميل بسحب الخيط بالشكل ده كده والعمود بشتغلوا حلقتين فحلقتين بشكل طبيعي خالص شايفين معايا بنفس التكرار كده وهبتدي اكرر سلسلة فراغ بالف الخيط هفوت غرزة وعلى الثلاثة اللي بعد كده ادي واحد اتنين ثلاث اعمدة بالشكل ده كده اشتغلت على الثلاث غرز الف الخيط وارجع على الغرزة اللي انا فوتها اللي هي رقم واحد بقى من الاربعة واسحب عليها عمود ميل ااخد سلسلة فراغ وبتدي اكرر بنفس الطريقة كده والحد النهاء نفس التكرار كده ووصلت على نهاية الدور ودايما الدور ده بيبتدي معايا باربع غرز عادية وكمان بينتهي باربع غرز عادية فبعد اخر غرزة اه اه يعني عمود ميل اشتغلتها بالشكل ده كده باخد سلسلة الفراغ اللي باخدها بشكل طبيعي ولف الخيط بفوت غرزة واشتغل على الاربع غرز المتبقيين على الدور بشكل طبيعي فوق كل غرزة غرزة عمود واحد ادي واحد اتنين تلاتة والعمود الرابع بيبقى على سلاسل الارتفاعه الاخيرة من فوت السلسلة الاولى وبنشتغل دايما على السلسلة رقم اتنين نبقى انا هنا الدور بشكل سليم بالشكل ده كده وكل انا هعمله هبتدي اكرر بقى سطر غرزة الحشو فعلى النهاية بنعمل ايه نارتفع السلسلة واحدة وبس ولف الشغل بتاعي وابتدي على اول غرزة ارتفعت منها اشتغل اول غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطل عمودة ثم هكرر عندي تلات اعمدة اللي هما الاربع اعمدة اللي بيبقوا على بداية الدور فوق كل غرزة هكون غرزة حشو بالشكل ده كده دي الغرزة رقم تلاتة والغرزة رقم اربع تمام بعد كده دلوقتي بيقابلني الفراغ الفراغ مش بيشتغل عليه خالص لكن ببتدي اشتغل على غرزة العمود المايل وكل غرزة منهم بيبقى عليها اربع غرز لازم اتأكد ان انا اشتغلت عليهم بشكل مظبوط علشان عدد الغرز بتاعي يبقى سليم فمن اول غرزة على العمود المايل بالشكل ده كده واحد اتنين تلاتة شايفين فوق كل غرزة غرزة واحدة اربع يعنا اشتغلت على الاربع غرز الموجودين فوق غرزة المايلة وهكذا هقرر الفراغ ما بشتغلش عليه ببتدي على طول من بداية الغرزة المايلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا هقرر لحد نهاية الدور زي ما احنا شايفين هو تقرار لنفس السطرين في سطر بنرتفع على بدايته بتلات سلاسل ونبتدي نشتغل سطر الغرزة المايلة وبعد كده في سطر بنرتفع فيه سلسلة واحدة ونبتدي نشتغل غرزة حشو بنفس الطريقة اللي شفتيها معاي نفس السطرين كده ونبتدي نرتفع على البطرون لحد طول المفرش اللي احنا محتاجينه ونرجع نشوف الخطوة اللي جاء فقط من نفس البطرون زي ما احنا شايفين بنفس التقرار كده لحد ما وصلت لطول المفرش اللي انا حباه بس مش لازم ابدا تلتزمي بنفس الطول انا اشتغلت ستة وتلاتين دور من بداية الغرزة المايلة هنا كده والحد النهاية بس ممكن ترتفع زي ما انت حبه وبالطول اللي تحبيه بس تخلي بالك انه لازم يكون عدد السطور بتاعتك بعدد زوجي يعني لما تعدي السطور من بداية الغرزة المايلة هنا والحد النهاية يكون بعدد زوجي يعني اتنين وعشرين اربعة وعشرين تمانية وعشرين وهكذا انا بالنسبالي ارتفعت ستة وتلاتين دور وهم عدد زوجي وهتلاقي على نهاية الرقم الزوجي بتاعك هنا بيبقى اخر سطر بالنسبالك هو سطر غرزة الحشو تمان دلوقتي بعد ما وصلنا للطول المناسب كده هاجي بقى اشتغل السطرين اللي بدأنا بيهم القطعة لو اذكركم ان احنا بدأنا الشغل بتاعنا بسطرين من غرزة العمود بلفة وهاجي على النهاية برضو بعد ما خلص الطول بتاعي كده انهي بسطرين من غرزة العمود بلفة زي ما بدأ فهاجي على النهاية بالشكل ده كده اسحب تلات سلاسل ارتفاع وهلف الشغل بتاعي الارتفاع بيحل محل اول عمود وعندي هنا غرز حشو منتظمة كل اللي انا هعمله همشي بغرزة واحدة فوق كل غرزة من غرزة العمود فحلقتين الغرزة بشكل سليم كده وهسحب عمود بلفة اللي هو حلقتين فحلقتين وهقرر كده على كل غرزة غرزة واحدة وبس والحد نهاية الدور وصلت على النهاية بغرزة واحدة فوق كل غرزة بالشكل ده كده كل انا هعمله هبتدي اقرر نفس الدور هو هو باجي بعد اخر عمود اشتغلته ارتفع تلات سلاسل بالشكل ده كده ولف الشغل بتاعي الارتفاع بيحل محل اول عمود وهرجع بالدور مرة تانية دور كمان من سطر غرزة العمود بلفة ففوق كل عمود هيقابلني بشتغل من نفس العمود كده حلقتين فحلقتين زي ما احنا شايفين مع بعض بنفس التكرار والحد نهاية الدور غرزة فوق كل غرزة بالشكل ده كده اخر عمود بالنسبة لي بشتغله على سلاسل الارتفاع بسيب السلسلة رقم تلاتة وبشتغل دايما في السلسلة رقم اتنين اخر عمود بالشكل ده كده عشان يبقى الكرف بتاعي مستقيم ومزبوط زي ما احنا شايفين هنا القطعة بتاعتنا بسطرين من غرزة العمود بلفة زي ما بدأنا اصبحت القطعة او في الاتجاهين متطبقة وهنا كده بعد اخر عمود هاخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط وهوس هنا كده بعد ما فصلنا الخيط وقبل ما اشتغل من لون مختلف بنبتدي نحط ماركرز او علامات على كل الزوايا اللي موجودة عندي يفترض هنا انها نلاقي ارتفاع على كل زاوية الارتفاع ده مكون من تلات سلاسل وبالتالي بنحط الماركر بتاعنا على تالت سلسلة من الارتفاع يعني هنا على تالت سلسلة حطيت الماركر وهنا كمان وهنا وهنا في الاربع زاوية بعد كده نبتدي من لون مختلف بالشكل ده كده اسحب حلقة بداية جديدة هسحب واحد اتنين واشد طرف الخيط وهبتدي دلوقتي على المكان اللي هبتدي منه هبتدي منين من اي زاوية بقى شايفين كده الماركر فين الماركر على تالت سلسلة من الارتفاع اللي بيبقى على الحرب انا هنا كده تمام قبل الماركر في فراغ اللي تحت الماركر على طول مش هشتغل عليه هشتغل على الفراغ اللي قبل اوكي هوصل الخيط من هنا كده تمام فهسيب غرزة العمود دي وهنزل على العمود اللي قبلها وهوصل الخيط بتاعي هوصله ازاي بحلقة البداية الجديدة اللي عملتها سبع على الابرة وبدخل بالابرة بالشكل ده كده وابتدي اشتغل على الغرزة دي اصحب الخيط معايا حلقتين هشتغلهم غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وهطلع منها بعد كده على نفس الفراغ اللي انا موجود عليه هنا هبتدي اشتغل اه 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 تلت اه اعمدة فغرزة الحشو اللي بدأتها هرتفع فوقها بسلسلتين واحد اتنين وهعتبر انه ده كده اول عمود بلفة على نفس الفراغ هكون كمان عمودين هلف الخيط على الابرة وانزل على نفس المكان بالشكل ده كده وممكن اوي اطراف الخيط تغديها معايا عشان تدخل على الشغل بالمرة وتختفي بالشكل ده وهاجي بقى اخد عمودين على نفس الغرزة او على نفس الفراغ ادي العمود الاول وكمان العمود التاني يبقى انا اشتغلت على الفراغ ده تلت اعمدة بالشكل اللي احنا شايفينه كده بعد كده هاخد سلسلة فراغ واحدة بالشكل ده وهروح على الفراغ اللي تحت المارك على طول شايفين اهو الفراغ اللي تحت المارك وبرده هاشتغل تلاتة ورزة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة شايفين معايا كده اشتغلت تلاتة اعمدة ودلوقتي وصلت على مكان المارك هاشيل المارك في السلسلة اللي كان مسكها المارك هنا كده هاخد سلسلة بالشكل ده وعلى نفس المكان اللي كان مسكه المارك هلف الخيط واشتغل غرزتين عمود شايفين في السلسلة رقم تلاتة من الارتفاع اللي كنت حطى فيها المارك هدخل فيها بشكل مظبوط وسليم كده مش على الفراغ ولكن فيها نفسها وهسحب عمودين على نفس المكان ادي واحد وفي نفس المكان اتنين تمام بعد كده هعمل ايه هبتدي بقى امشي على الغرز المنتظمة اللي موجودة عندي دي وفضل طبعا ان انا هنا كده احط العلامة بتاعتي على العمود الاول من الاتنين اللي اشتغلتوهم العمود الاول بالشكل ده كده لان انا على السطر اللي جاي هنعمل عليهم تزايد العمود الاول واللي بعده تمام العمودين اللي احنا اشتغلناهم في المكان الواحد بعد كده هعمل ايه باجي هنا عندي غرز منتظمة فما عنديش فراغات هشتغل على آآ نفس الطريقة باشتغل تلت اعمدة وسلسلة تمام بس هشتغلهم على الغرز المنتظمة هنا ازاي ما عنديش فراغات هشتغل بشكل طبيعي هشتغل على الغرزة اللي جاي وعليها الدور على طول العمود اللي جاي اهو هشتغل عليه عمود بلف بعد كده بلف الخيط الغرزة اللي بعدها عمود بلف بلف الخيط الغرزة اللي بعدها عمود بلفة يبقى انا اشتغلت 3 اعمدة ورابعض بالشكل ده كده ثم باخد سلسلة الفراغ اللي باخدها هلف الخيط بفوت غرزة واشتغل على الثلاث اعمدة اللي بعد كده بفوت دي اهي وهشتغل على واحد اتنين تلاتة اشتغلت 3 اعمدة منفصلة ورابعض بالشكل ده كده وابتدي اكرر بنفس الطريقة لحد ما وصل على الزاوية اللي في اتجاه التاني تمام بعمل ايه سلسلة فراغ الف الخيط بفوت غرزة على السطر الرئيسي واشتغل 3 غرز ورابعض ادي واحد اتنين تلاتة اخد سلسلة فراغ وقرر مرة تانية بفوت غرزة واشتغل على 3 اعمدة وهكذا لحد ما وصل على الزاوية نشتغل عليها بنفس الطريقة اللي بدأنا بيها اصلت بنفس التكرار كده على الزاوية اللي جاية يفترض ان احنا هنشتغل عليها بنفس الطريقة اللي بدأنا بيها على الزاوية دي كده هنعمل ايه بعد اخر 3 اعمدة اشتغلتهم هاخد سلسلة الفراغ اللي باخدها بس هلاقي انه فيه 3 غرز معايا قبل غرزة الماركر على طول هعمل ايه هشتغل عليهم من غير ما فوت الزاوية اللي كنت بفوتها تمام خدت سلسلة الفراغ هلف الخيط واشتغل على اول عمود هيقابلني على طول او اول غرزة من الثلاثة ادي واحد اتنين ثلاثة وبعد العمود الثالث كده ابقى وصلت على غرزة المارك تمام على غرزة المارك اللي هي الزاوية بنعمل ايه هشيل الماركر وهاشتغل مكانه عمودين في المكان الواحد هدخل على نفس المكان كده اسحب واحد وفي نفس المكان هلف الخيط واشتغل العمود رقم اتنين انا اشتغلت عمودين في المكان الواحد ويفترض ان انا ارجع الماركر على اول عمود من الاثنين تمام عشان اعرف مكان التزايد على الدور اللي جاي دلوقتي ابقى اشتغلت على الزاوية واسفل الزاوية على طول على الفراغ اللي اسفل الزاوية على طول اخلي بالي ان انا هنا كده بقيت على جنب المفرش هلاقي في فراغات معايا مكونة اما من العمود الاخير او على سلاسل الارتفاع اللي بتبقى في البداية فانا هنا كده بعد ما اشتغلت العمودين بتوعي على اول فراغ على طول على جانب العمود كده هلف الخيط واخد ثلاثة عمود بلف شايفين اسفل الزاوية اللي اشتغلتها على طول على اول فراغ هيقابلني على الجنب ادي واحد اتنين وخلي بالي انه اطراف الخيط اللي معايا بالشكل ده كده باخدها على السطر عشان تختفي بالمر تمام اشتغلت عمودين ودي العمود التالت على نفس الفراغ اخدت ثلاثة عمودة على الفراغ الواحد بعد كده على الفراغات اللي جاية كلها هشتغل بقى بنفس الطريقة اللي كنت باشتغلها هنا بس الفرق ان انا هشتغل ثلاثة عمودة سلسلة على الفراغات تمام فمن ما كاني هنا كده بعد الثلاثة عمودة اللي اخدتهم هسحب سلسلة فراغ واروح على الفراغ اللي جاي شايفين الفراغ اللي جاي على طول وهسحب ثلاثة عمود بلف واحد اتنين تلاتة وهقرر بنفس الطريقة على كل الفراغات اللي جاية معايا سلسلة وانتقل على الفراغ اللي جاي واسحب تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وهقرر سلسلة وانتقل على الفراغ اللي جاي وكون تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين بنفس التقرار 3 سلسلة 3 سلسلة لحد ماوصل على الكورنر والمفروض ان احنا نشتغل على الكورنر بنفس الطريقة اللي شفتيها معايا كده انا هلف على الدور كله ولحد ماوصل على البداية بتاعتي مرة ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي لفي الدائر مايدور بنفس التقرار زي ما احنا شايفين مع بعض كده زي بننهي الدور بنفس الطريقة بالزبط بعد اخر مجموعة هي على الفراغ اللي اشتغلت عليه اخد سلسلة فراغ وعلى اخر فراغ للدور هياخد تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وصلت على بداية الدور مرة تانية باخد سلسلة الفراغ منسهاش واروح على سلاسل الارتفاع اللي كانت على البداية لو اذكركم كانت عبارة عن غرزة حشو سلسلتين فهاجي على السلسلة رقم اتنين كده واقف الغرزة منزلقة وانهي الراون دلوقتي هعمد ايه هياخد سلسلة تأمين وارفع الخيط وهقص دلوقتي بعد فصل الخيط هرجع للون الاصفر مرة تانية وهشتغل حلقة بداية جديدة هسحب واحد اتنين واشد طرف الخيط بالشكل ده كده وهاجي على اي فراغ من اللي على الجانب شايفين الفراغات اللي ما بين التلات عمودة اللي هو فراغ السلسلة على اي فراغ وهدخل بالشكل ده كده اه اسحب الخيط وهشتغل اه غرزة حشو معايا حلقتين هشتغل غرزة حشو سلسلتين ارتفاع يبقى ده معايا كده اول عمود بلف على نفس الفراغ هو هو شايفين هو اي فراغ من الفراغات مش لازم ابدا تلتزمي باي فراغ ولكن اي فراغ من اللي على الجانب بالشكل ده كده تمام بس بقى بعيدة عن الزواية اخدت اه الارتفاع بتاعي هحسيبه اول عمود وهلف الخيط وهشتغل في نفس المكان عمودين بلفة واحد اتنين السطر اللي هنشتغله عبارة عن سطر شبيه جدا بيأ السطر اللي اشتغلناه تمام هنشتغل غرزة الجراني علي الفراغات الموجودة معي هو الزواية بس اللي هنشتغل عليها بشكل مختلف فبعد ما اشتغلت الثلاثة أعمدة بالشكل ده كده هاخد سلسلة الفراغ واروح على الفراغ اللي جاي بفوت الثلاثة أعمدة أهي واشتغل ورزة جراني جديدة على الفراغ اللي جاي بكون ثلاثة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة وبنفس الطريقة هبتدي أكرر على مدار الفراغات الموجودة عندي لحد موصل على الزاوية فباخد سلسلة فراغ وعلى الفراغ اللي جاي بفوت المجموعة اهي وعالفراغ اللي جاي تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة على كل فراغ هيقابلني والحد ما وصل على الزاوية نشوفها نشتغل عليها ازاي سالطريقة كده تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة على كل فراغ وصلت على اول زاوية معايا هشتغل عليها ازاي باشتغل على المجموعة اللي قبل الزاوية على طول بعملها معاملة السطر العادي يعني مش هشتغل غرزة الجراني اللي باشتغلها لكن من اخر غرزة جراني 3 عمود كده هلف الخيط على طول بدون اي سلسلة وهشتغل على الاعمدة اللي موجودة معايا على كل عمود عمود بلفل حد ماوصل على الغرزة اللي قبل المر فعلى العمود اللي جاي من نفس العمود اهو هلف الخيط وعلى العمود اللي بعده هلف الخيط وعلى العمود اللي بعد كده وهكرر بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود واحد حتى يصل على الغرزة الماركة على طول هذه تعتبر الغرزة الماركة غرزة الماركة سأعمل فيها تزايد اريد الماركة هنا هتم تزايد فيها تزايد تمام فعلى السطر ده هنشتغل الزاوية ازاي بنشتغل تزايد قبله وتزايد بعده وتزايد على المارك نفسه فهلف الخيط على الغرزة اللي قبل المارك على طول هسحب عليها عمودين بلف واحد اثنين بالشكل ده كده تمام وعلى غرزة المارك نفسها هحط برضو عمودين واحد اثنين وهنا كده هرجع المارك على اول عمود من الاثنين اللي اشتغلتهم دلوقت تمام وبعد كده هكمل على الغرزة اللي بعد المارك برضو تزايد يبقى انا بتزايد قبله وبعد وعلى غرزة المارك نفسها تلت غرز معاي عليهم كل غرزة منهم اشتغلت غرزتين بالشكل ده كده تمام بعد كده المجموعة اللي بعد الزاوية على طول هشتغل عليها بنفس الطريقة باشتغل غرزة عمود واحدة فوق كل غرزة واحد اثنين تلاتة تلاتة ووصلت بعد كده على الفراغ شايفين لما بوصل على الفراغ ببتزي بقى اشتغل بنفس الطريقة خلاص كده نبقى خلصنا الزاوية وينبتزي نشتغل بغرزة الجراني مرة تانية كنا بنعمل ايه هناخد سلسلة فراغ بالشكل ده كده وعلى اول فراغ اهو هسحب تلاتة عمود بلفة واحد اثنين تلاتة بالشكل ده كده وهقرر سلسلة فراغ وعلى الفراغ اللي جاي بفوت التلاتة اعمدة اهم وعلى الفراغ اللي جاي هكون تلاتة عمود بلفة واحد اثنين تلاتة وبنفس الطريقة سلسلة فراغ وعلى كل فراغ بيقابلني بشتغل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة لحد ما وصل على الزاوية هنشتغلها مع بعض كمان مرة بس طريقة العمل ووصلنا على الزاوية نشتغل عليها بنفس الطريقة بعد اخر مجموعة كده المجموعة اللي قبل المارك على طول بنشتغل عليها زي السطر العادي فمن اخر غرزة جراني كده تلاتة عمودة مش هاخد سلسلة الفراغ اللي بخدها ولكن هشتغل على طول على اول عمود بيقابلني هشتغل في حلقتين الغرزة بشكل طبيعي وهفضل اشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما وصل على الغرزة اللي قبل المارك تمام انا كده وصلت على الغرزة اللي قبل المارك هعمل ايه هشتغل فيها غرزتين في المكان الواحد ادي واحد اتنين وده كده التزايد اللي قبل المارك بعد كده هشتغل على غرزة المارك نفسها كمان تزايد بغرزتين في المكان الواحد ادي واحد اتنين وارجع احط المارك على اول عمود من التزايد ده شايفين معايا بالشكل ده كده تمام وهكمل الغرزة اللي بعد المارك على طول كمان تزايد بغرزتين في المكان الواحد واحد اتنين يبقى انا على الزاوية بتزايد قبل المارك وبعد المارك وعلى غرزة المارك نفسها تلت غرز اشتغلت عليهم كل واحدة غرزتين بالشكل ده كده ثم هكمل على الجزء التاني هشتغل على الاعمدة اللي جاية بشكل طبيعي المجموعة اللي بعد الزاوية هشتغل فوق كل مجموعة او فوق كل عمود عمود بالشكل ده كده تمام بعد كده هعمل ايه هشتغل سلسلة وارجع اشتغل غرزة الجران اللي كنت بشتغلها بشتغل في كل فراغ هيقابلني بالشكل ده كده 3 عمود بلف واحد اتنين تلاتة وارجع اقرر من جديد سلسلة فراغ وعلى الفراغ اللي جاي 3 عمود بلف رجعت اشتغل من غرزة الجراني على الفراغات مرة تانية هي بس شكل العمل على الزاوية بالشكل اللي احنا اشتغلناه كده بنلف بالدور كله بنفس الطريقة هنا كده بنشتغل بغرزة الجراني زي ما اشتغلنا لكن على الزاوية بس بنبتدي نشتغل عليها زي ما شفنا كده بنتزايد على الغرزة اللي قبل المارك واللي بعد المارك اما المجموعة اللي قبل الزاوية على طول بنشتغل عليها عمودة عادية وكذلك على المجموعة اللي بعد الزاوية هقرر كده بنفس الطريقة ولحد ما وصل على البداية بتاعته مرة تانية شايفين لفيت بنفس التكرار كده ووصلت على نهاية الدور في النهاية هنا كده بعد اخر غرزة بنشتغلها واخر مجموعة شايفين معايا على اخر فراغ هعمل ايه هقفل بغرزة منزلقة بشكل طبيعي بس منساش اخد سلسلة الفراغ اللي باخدها ما بين كل غرزة جراني والتانية وهاجي على سلاسل الارتفاع اللي على البداية في السلسلة الاخيرة كده وهسحب غرزة منزلقة وكمان هاخد سلسلة تأمين هرفع الخيط وهقص انا كده هعمل حلقة بداية جديدة من اللون التاني وابتدي على الفراغ اللي قبل الزاوية على طول من اي زاوية من الاربعة مش هتفرق اي زاوية على الفراغ اللي قبل الزاوية وهوصل الخيط بتاعي هشتغل هسحب الخيط معايا حلقتين هشتغلهم غرزة حشو من الغرزة البسيطة بالشكل ده كده تمام؟ بعد كده هروح على المكان اللي فيه الماركر اللي هو الزاوية يعني انا اشتغلت على الفراغ اللي قبل الزاوية على طول اشتغلت غرزة حشو ومباشرة كده هشيل الماركر اللي في الزاوية وهشتغل مكان الزاوية خمسة غرزة عمود بلفه هدخل بالشكل ده كده اصحب واحد من العمود العادي هلف الخيط وبدخل حلقتين فحلقتين ماشي كده العمود رقم اتنين تلاتة اربعة خمسة شايفين معايا اشتغلت خمس اعمدة على العمود رقم خمسة هشتغل غرزة بيكو فبعد ما اشتغلت العمود الخامس كده ارتفع ثلاث سلاسل ثم بتجاهل الثلاث سلاسل وانزل على بوكلة الغرزة او حلقتين الغرزة من فوق كده واسحب غرزة حشو كده اشتغلت غرزة بيكو على العمود رقم خمسة وعلى نفس المكان هو هو في نفس الزاوية هلف الخيط وكون كمان خمسة عمود بلف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا اشتغلت عشر اعمدة عبارة عن خمسة عمود وخمسة عمود وعلى العمود اللي في المنتصف اللي هو الخامس من العشرة اشتغلت غرزة بيكو بالشكل اللي احنا شايفين وكده وعلى مدار الدور كله هكرر بنفس الطريقة بشتغل على الفراغ غرزة حشو فراغ بشتغل نفس الغرزة هنكمل مع بعض الفراغ اللي جاي اهو من بعد ما اشتغلت على يعتبر الزاوية هنتقل على الفراغ اللي جاي على طول بغرزة حشو من الغرزة البسيطة هسحب الخيط حلقتين وبطلع منه ثم على الفراغ اللي بعد كده هشتغل من نفس الغرزة اللي اشتغلتها كده عشر اعمدة ما بينهم بيكو فهلف الخيط وعلى الفراغ اللي جاي هسحب عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة اشتغلت خمس اعمدة بالشكل ده كده على العمود رقم خمسة هرتفع بتلاتة سلسلة واشتغل غرزة بيكو بنزل على حلقتين الغرزة بالشكل ده كده واسحب غرزة حشو ثم على نفس الفراغ هو هو وهكون كمان خمس اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زي ما احنا شايفين مع بعض كده بنفس التكرار وهبتدي امشي على الفراغ اللي جاي غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منه والفراغ اللي بعضه هكون نفس الغرزة مرة تانية بلف الخيط هشتغل خمسة عمود بلفة كده العمود رقم اتنين تلاتة اربعة خمسة وعلى العمود رقم خمسة بنشتغل غرزة بيكو فهرتفع بتلات سلاسل وننزل على حلقتين الغرزة بالشكل ده كده اصحب واشتغل حشو ثم الخمس عمودة تانيين على نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زي ما احنا شايفين مع بعض كده بنفس التكرار فراغ حشو فراغ نفس العشر غرز ما بينهم بيكو كده انا هقرر بنفس الطريقة لحد ما وصل على بداية الدور مرة تانية فيت داير ما يدور بنفس الفسطونة زي ما احنا شايفين مع بعض كده دلوقتي من مكان ما احنا موجودين بعد اخر غرزة اشتغلناها بالشكل ده بنقفل منزلقة على اول غرزة حشو بدأنا من عندها الدور بسحب عليها غرزة منزلقة نبقى هنا الراوند وهاخد سلسلة تأمين هرفع الخيط وهوس الحالة دي كده اي زوائد موجودة معايا بلضمها على ابرة التنظيف وبدخلها على الخلفية من وراء المفرش بالشكل ده كده على نفس اللون اهو بدخلها شوية على الغرز بتاعتي بسرق عادية خالص زي ما احنا شايفين والزيادة بتخلص منها واقصة بكده نبقى انتهينا من تطبيق النهاردة زي ما احنا شايفين قد ايه من التطبيقات الحلوة اتمنى انك تجربيها معايا ويريد كل الاستفاد ما ينساش عملي لايك اذا بتتبعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كولكشن وفعلوا شارط الجرس يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة